اما بقى بالنسبة الرئيس الشخص انا سواء كنت اختار بوكو اكسس ري ولا ريلم سيفن فانا خلاص اخترت الموبايل منهم وبالفعل طلعته ويوصلني خلال ايام باذن الله فاتأكد ان انت بكون مشترك في القناة عشان تعرف ايه هو الموبايل اللي انا اخترته من الموبايلين دولي يكون هو موبايل الرئيسي المقارنة المنتظرة اللي تقريبا كل الناس حاليا مستنيها اكتر موبايلين يستهلم انك تقارنهم في فئة الاربع تلاف جنيه وتعتبر من اصعب المقارنات اللي ممكن تعدي على الواحد حرفيا مقارنة ريلمي سيفن والبوكو اكسس ري انف سي الاسم الكبير ده كله فعلى طول كده انت تنسى تعمل لايك للفيديو ولو لسه مشتركتش في القناة ياريت اشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك منا دايما كل جديد مبدئيا كده قبل مبدأ المقارنة بالنسبة للنسخة البوكو فون اكسس ري اللي هقارنها بريلمي سيفن هي النسخة سيتا جيجا بايت رام مية تمانية وعشرين جيجا زاكره داخلية اللي هي سعرها اربعة تلاف وربعمائة جنيه مصري اما بالنسبة لنسخة الريلمي سيفن هي نسخة واحدة تمانية جيجا بايت رام مية تمانية وعشرين جيجا زاكره داخلية ودي سعرها اربعة تلاف وخمسمائة جنيه مصري فهم دول النسختين اللي هكرنهم بعض أما بالنسبة لنسخة البوكو فون الأقل اللي هي 6 جيجا بايت رام 64 جيجا زاكرية داخلية فمن الآخر كده النسخة دي تخلي البوكو فون هو أفضل موبايل في فئة سعر ما تحت الاربعة تلاف جنيه لأن النسخة سعرها 3990 جنيه يعني واربعة تلاف جنيه فمن الأول كده لو معك اربعة تلاف جنيه بالزف مجمل علي تطول تروح تشتري البوكو فون النسخة الستة رام اربعة وستين جيجا زاكرة داخلية. اما دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن النسخة الستة رام مية تمانية وعشرين ونتكلم اصادها عن الوحش اللي اصاده النسخة تمانية رام مية تمانية وعشرين. في نقطة التصميم كلا الموبايلين بيجوا بتصميم من مادة البوليكربونات اللي هي مادة البلاستيك. فما فيش واحد احسن من التاني في حتة خمات الصناعة كلا الموبايلين مصنوعين كويس جدا. ولكن مش هتحس فخامة كبيرة قوي وانت ماسك اي موبايل فيهم لان الاتنين بلاستيك فالبلاستيك بصراحة في مسكيته ومش فقط. ولكن دي ما تعتبرش مشكلة كبيرة لان اغلبنا بنحط الموبايلات بتاعتنا في جراف فحتى لو انت معك موبايل مصنوع من المعدن او مصنوع من الازاز هتحطه في جراف فمش هتحس اساسا بماسكة الموبايل ده سكان ازاز ولا سكان بلاستيك بقى ولا معدن ولا اي حاجة. اما بالنسبة لشكل ولغة التصميم فكلا الموبايلين مختلفين تماما وكل موبايل فيهم بيتجه اتجاه غير الموبايل التاني يعني لو جينا بصينا مسلا على هنلاقي ظهر جاي متدرج مقسوم كده من تحت الكاميرات والاربع كاميرات جايين في الجنب بتوع الموبايل في شكل مربع او برواز كده شبه المستطيل. وطبعا لو بصينا تحت في الشريط المقسوم ده هنلاقي كلمة وبصراحة تصميمه شيك وانيك وكويس جدا ويعتبر تصميم مميز جدا جدا وشكل جديد لريلم السنة دي. اما لو جينا بصينا بقى على البوكو فون فقال لها تصميم مختلف تماما برضو ظهر جاي متدرج وفي كلمة بوكو كبيرة كده موجودة في اخر الضهر. اما بالنسبة لشكل الكاميرات فهنا بقى فيه اختلاف كبير. دايرة في النص وفي عندك كمان مربع في الكاميرات ولكن ما تحسوش مربع تحس ان هو واخد زاوية من الجناب كده. فكلا الموبايلين كل واحد فيهم بيقدم تصميم غير الموبايل التاني في حتة التصميم دي هسيبها لكونتو. كل واحد هيكرر نقطة التصميم دي انهي افضل موبايل بالنسبة له واشك موبايل من ناحية التصميم. خلينا بقى نسيب التصميم وننتقل لاول نقطة محيرة جدا الصراحة وهي نقطة الشاشة. البوكو اكس سري بيجي مع شاشة من النوع اي بي اس ال سي دي بحجم ستة وسبعة من عشرة انش فول اتش دي بلاس وكمان بتيجي مع ريفرش ريت مية وعشرين هرتز وبتيجي مع تصميم الهول بنش كاميرا موجودة في نص شاشة في الموبايل. اما بالنسبة بقى لريلمي سيفن بيجي بشاشة ستة ونص انش برضو من النوع اي بي اس ال سي دي. ولكن بتيجي مع ريفرش ريت تسعين هرتز وبتيجي برضو بفول اتش دي بلاس. ولكن هنا الكاميرا الامامية الموجودة في الهول بنش موجودة على الجنب مش في النص زي البوكو فون اكس سري. وبالنسبة لاستغلال حواف بصراحة في البوكو فون افضل شوية من الريلمي سيفن لان هنا حجم الهول بنش في البوكو فون يعتبر اصغر وتعتبر كمان الحفة السفلية اصغر كتير عن الريلمي سيفن. فبالنسبة للحواف هنا واستحواز الشاشة البوكو فون يتغلب هنا على الريلمي سيفن. اما بقى بالنسبة للشاشات فكل الشاشتين بيدوا نفس الالوان كلا الشاشتين زي بعض بالزبط شاشات اي بي اس تدي الوان الى حد ما كويسة شاربنس ممتاز. ولكن لو انت من الناس اللي بتحب تتفرج على فيديوهات كتير واهم حاجة عندها الرؤية ففضل بصراحة الشاشة الامولد عن الاي بي اس ال سي دي. ولكن الموبايلين يعتبر شاشتهم كويسة جدا وقريبة من بعض ولكن ولكن بقى هنا يجي الجدال في نقطة الرفريش ريت. هنا تسعين وهنا مية وعشرين ايه بقى وانهي افضل بالزبط. لو انت اول مرة تستخدم الرفريش ريت عالي فمش هتحس بفرق كبير ما بين التسعين وما بين المية وعشرين. وخصوصا المعالجات الموجودة في الموبايلات دي معالجات فئة متوسطة. لو كانت معالجات في الكشب كنت قلت لك هتحس بفرق كبير. ولكن بقى لو انت جيبت الشاشة التسعين دي حاطتها جنب المية وعشرين واشتغلت عليهم في نفس الوقت مع بعض هتحس فرق. لكن طول ما انت مسك الموبايل ده لوحده والموبايل ده لوحده مش هتحس بفرق كبير ما بين التسعين وما بين المية وعشرين. كل الموبايلين هيقدموا لك ثلاثة في الشاشة مبهرة الصراحة. خليها دلوقتي بقى نسيب الشاشة وننتقل لنقطة الاداء اللي هي نقطة الجدل الكبير عامة. وخليها نبدأ بالبوكو فون على طول. البوكو فون بيجي بمعالج من كوالكم سناب درجون سبعمية اتنين وتلاتين. يعتبر افجريد بسيط جدا عن السبعمية وتلاتين اللي احنا دايما كنا بنشوفه في الفائل المتوسطة. وبرضو عن السبعمية وعشرين جي الموجود برضو في الفائل المتوسطة. يعتبر معالج مش بعيد عنهم كتير. ده زائد كمان انه بيجي بستة جيجا بايت رام مية تمانية وعشرين جيجا زاكرة داخلية. ومصراحة بالنسبة لنقطة الاداء اليومي وبالنسبة لنقطة الالعاب ما تشيلش هم هتقدر تلعب على اعلى اعدادات في الالعاب. وكمان بالنسبة الاستخدام اليومي هترتاح جدا مع الاستخدام اليومي مش هتحس باي لاج ولا اي حاجة بتحصل عشان معك مية وعشرين هرتز هتوحيلك ان كل حاجة معاك مية وسلسة تحت ايدك بشكل كبير. بالنسبة للريلم سيفن فبيجي بمعالج من ميديا تيك ميديا تيك هليو جي خمسة وتسعين تي. وكمان بيجي بتمانية جيجا بايت رام مية تمانية وعشرين جيجا زاكرة داخلية. بالنسبة لنقطة الرام هنلاقي ريلم سيفن بيتفوق على البوكو اكسسرية. اما بقى بالنسبة للبروسيسور هنلاقي ان البوكو فون بيتفوق عن ريلم سيفن شوية. فتقريبا بالنسبة الالعاب برضو والاداء اليومي ريلم سيفن هيديك اداء ممتاز جدا برضو هتلعب على اعلى اعدادات. وكمان في الاستخدام اليوم هيديك اداء ممتاز جدا مع الرفريش ريت التسعين هارتز. وخصوصا كمان ان لو هنتكلم على الواجهات فواجهة ريلمي تعتبر مستقرة شوية عن واجهة شاومي. ولكن بقى النقطة اللي مش كويسة في ريلم سيفن ان المعالج بيسخن بعد فترة معينة من اللعب على الموبايل. يعني انت لو عادي تلعب لفترة كبيرة على ريلم سيفن هتلاقي الموبايل بيسخن معك. وده طبعا طبيعة معالجات ميديا تيك. فبالنسبة للتوفير في البطارية هتلاقيه افضل مع السناب دراجون سبعمائة اتنين وتلاتين الموجود في البوكو اكس سري. ده كده بالنسبة لنقطة الاداء بصراحة كلا الموبايلين محوش في نقطة الاداء كل موبايل فيهم بيقدم اداء ممتاز جدا ومستحيل هتلاقي لاج مع اي موبايل من الموبايلين دول او هتحس بتقلع او هتحس ان انت مش طايق تستخدم الموبايل. بالنسبة للكاميرات بقى. هل البوكو فون اكس سري يتفوق ولا ريلمي سيفن. انا مش هتكلم في ارقام بقى ولا اقول كاميرا تمانية واربعين ولا كاميرا اربعة وستين ولا الكلام ده كله. ولكن اللي عايزك تعرفه ان مش كل حاجة في الكاميرات هي الارقام. السوفتوير بيقوم بطور كبير جدا في المعالجة بتاعة الصور. وبالنسبة لكده الموبايلين سواء البوكو فون اكس سري او حتى ريلمي سيفن بيقدموا صور ممتازة جدا جدا جدا. بالنسبة للصور لو هتاخدها بالنهار او حتى لو هتاخدها بالليل. كلها الموبايلين بصراحة ممتازين جدا بالنسبة للديناميك رينجي بالنسبة للسيطرة على الاضاءة بالنسبة للتفاصيل اللي تطلع في الصور. بس فيه تفاقب بسيط كده بيبان في التفاصيل لصالح البوكو اكس سري بسبب ان الكاميرا هنا دكتها اربعة وستين ميجا بيكسل اما الكاميرا هنا في ريلمي سيفن تمانية واربعين ميجا بيكسل. ولكن ده ما يمنعش ان الموبايلين اداءهم ممتاز جدا 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 بالنسبة للاضاءة النهار مش هتواجه في كل الموبايلين دول اي مشاكل ويعتبر حاليا من افضل الموبايلات في الفئة دي اللي بتقدم كاميرات خلفية. اما بقى بالنسبة للكاميرات الامامية فالبوكو فون بيجيب كاميرا عشرين ميجا بيكسل اما ريلمي سيفن بيجيب كاميرا سبتاشر ميجا بيكسل. وكالعادة برضو الكاميرات الامامية يعتبر اداءها كويس جدا بصراحة يعني ما تعتمدش على الكاميرات دي بشكل كبير في الاضاءة الضعيفة. لان معروف ان موبايلات الفئة المتوسطة بالنسبة للكاميرا الامامية مش افضل حاجة لو انت بقى عايز حاجة خرافية انت تطلع بقى الفئة الفلاكشيب او الفئة اللي هي قاتل الفلاكشيب اللي بتبقى بتبقى تسع عشر تلاف جنيه. ولكن بقى لو انت من عشاء الالوان والتون بتاع الجلد اللي بيطلع فبصراحة شايف ان الريلم سيفن بيقدم في الكاميرا الامامية تون جلد ممتاز شوية عن اللي موجود في البوكو اكس سري. الشركة الريلم طلع عمرها طبعا متفوكة في الكاميرات الامامية وبتقدم كاميرات امامية ممتازة جدا 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 جدا. سواء انت اخترت الريلم سيفن او اخترت البوكو من ناحية الكاميرات فبصراحة مش هتزعل ومش هتتضايق جدا لان الموبايلين يعتبروا كويسين جدا جدا جدا. عبين بقى موجودين في هتلاقيهم موجودين في فلو يفرقوا معاك فعلى طول يعني يروح اشتري البوكو من غير ما اتفكر. اول حاجة ان ما فيهوش ميكروفون سنوي لعزل الضجيج وتتعتبر مشكلة كبيرة جدا. كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده وقلت ان الميكروفون ده يا جماعة مهم جدا 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 لانك لو في حتة زحمة بتتكلم في الموبايل صوتك مش هيوصل للي انت بتكلمه. طبعا ما فيهوش الميكروفون ده اما البوكو موجود فيه ميكروفون سنوي العزل الضجيج وشغال بامتياز. تاني نقطة موجودة في البوكو فون ومش موجودة في ان البوكو فون بيجي بسماعات استيريو. السماعة اللي تحت بتشتغل مع السماعة بتاعة المكالمات اللي فوقه بيديك صوت استيريو واعتبر كويس جدا على الفئة السعرية دي. وخصوصا ان ما فيش موبايلات كتير اصلا في الفئة دي بتيجي بسماعات استيريو. تقريبا شركة هي الشركة الوحيدة اللي بتقدم سماعات استيريو في فئة زي كده او فئات كمان اقل من كده. فلو انت تفرق معاك نقطة السماعات الاستيريو يفرق معاك الميكروفون السنوي العزل الضجيج البوكو فون هنا بيتفوق في النقطتين دول عن الريلم سيفن. نجي بقى لاخر نقطة في المقارنة. البطارية والشاحن. وخلاني ادى المرة دي بريلم سيفن. هنا انت معاك بطارية اربعة تلاف وخمسمائة ميلي امبير هتكمل معاك اليوم بدون اي مشاكل. ولكن بقى الخطير هنا انك معاك شاحن خرافي خمسة وستين وقت. بيشحن البطارية من صفر المية في المية في تمانية وتلاتين دقيقة بالزبط. وكمان توقع ان الموبايل جاي بطايب سي لان الفئة دي كلها تقريبا طايب سي مفيش حد لسه بيقدم مايكرو اس بي في الفئة دي فمش هنتكلم على النقطة دي كتير. ننتقل بقى للشاومي بوكو فون اكس سري وهنا انت معاك بطارية خمسة تلاف مية وستين ميلي امبير. بصراحة بطارية ممتازة واكبر بفرق ملحوظ من اللي موجودة في ريلم سيفن وهيديك اداء اكتر في البطارية في الاستخدام. ولكن الشاحن اللي جاي في العلبة تلاتة وتلاتين وقت. فهيشحلك البطارية في حوالي ساعة وتل تسعة ونص بالكتير يعني. فهنا بالنسبة لنقطة الشاحن ريلم سيفن بيتفوق. اما بالنسبة لنقطة سمود البطارية بقى والبطارية تقعد اكتر فهنا بيتفوق البوكو فون اكس سري. فلو انت من الناس اللي عايز بطارية كبيرة ومش فرق معاك الشاحن قد كده. هنا معاك البوكو فون اكس سري. اما بقى لو انت عايز شاحن خرافي اسرع شاحن موجود في فئاته ومش فرق معاك حجم البطارية قد ايه. المهم انك تحط الموبايل على الشاحن كده. فعشر دقيقة تلاقي شاحن رقم محترم. فهنا هتفكر على طول في ريلمي سيفن. نقطة صغيرة كمان كلا الموبايلين دول بيجوا ببصمة موجودة في جنب الموبايل وتعتبر اسرع شوية سنة كده في ريلمي سيفن عن البوكو اكس سري شوية. كمان انت معاك في اسألوك عادي في الموبايلين وكمان عندك مدخل التلاتة ونصف ميلي ما زالوا الموبايلين دول محافظين على المدخل ده مفيش اي مشكلة. واخيرا بقى اشتري ريلمي سيفن ولا اشتري بوكو فون اكس سري. ما بتحب الشركة وعايز موبايل تصميمه يعتبر شبابي اكتر. ده زائد انك بتحب شركة ريلمي بشكل كبير وبتحب السوفتوير بتاع ريلمي لانه مستقر اكتر. عايز شاحن سريع خمسة وستين وطنة. عايز كاميرا امامية بتدي الوان ممتازة جدا. فانا على طول بدون تفكير هتختار ريلمي سيفن. اما بقى لو انت من الاخر كده مش فارقة معاك نقطة التصميم. وعايز موبايل بشاشة اكبر. ستة وسبعة من عشرة انش على عكس ستة ونص انش الموجودة في الريلمي سيفن. عايز موبايل بسماعات استيريو. عايز كمان بطارية عملاقة. عايز كمان شاحن يعتبر سريع هو مش اسرح حاجة ولكن يعتبر سريع وممتاز جدا. عايز اداء كاميرات خلفية فيها تفاصيل ممتازة جدا. واداء ممتاز عمتا كتوتا يعني. كمان بيفرق معاك نقطة الميكروفون السنوي لعزل الضجيج. هنا هتروح للبوكو اكس سري. اما بقى لو انت الشخص التالت بقى شخص بتدور على قيمة مقابل ساعة. انت عايز تدفع فلوس اصادها تاخد اعلى امكانيات موجودة. فهنا على طول ومن غير تفكير هتفكر في البوكو اكس سري لانه حاليا اكتر موبايل بيقدم قيمة مقابل ساعة. ولكن ده مش معناه ان ريلمي سيفن موبايل مش كويس. لا ريلمي سيفن موبايل ممتاز جدا. ومازال منافس قوي للبوكو اكس سري. فلو انت مش هتجيب البوكو اكس سري يبقى ما فيش هنا غير ريلمي سيفن هو اللي يستاهل انك تجيبه وراه. اما بقى بالنسبة الرأيي الشخص انا سواء كنت هختار بوكو اكس سري ولا ريلمي سيفن فانا خلاص اخترتوا موبايل منهم وبالفعل تلاته وهيوصلني خلال ايام بازن الله فاتأكد ان انت بكون مشترك في القناة عشان تعرف ايه هو الموبايل اللي انا اخترته من الموبايل اندو اللي يكون هو موبايل الرئيسي وبس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وكالعادة هشوفكم الفيديو الجاي سلام